بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك المؤمن في مثل هذا المقطع عندما يقف بين يدي الله عز وجل هناك حالات ينبغي أن يعيشها كل مفردة من المفردات التي يتحدث بها المؤمن لها نعكاس على ذهنه لها تأثير في قلبه من هذه الأحوال التي ينبغي أن يعيشها وهو يتضرع بين يدي الله عز وجل حالة الإقرار بالذن عندما الآن يتحدث بين يدي الله عز وجل قائلا إلهي لا تؤدبني بعقوبتك هنا العبد كأنه يقر بأنه مذنب عاصم متجرع على ربه هذه حالة الإقرار هي حالة محبوبة عند الله سبحانه وتعالى ولذا ورد في الأخبار الشريفة والله كما عن أبي جعفة من الباقر صلوات الله عليه والله ما ينجو من الذنب إلا من أقر به حالة الإقرار ونفس الإقرار من العبد هي حالة محبوبة عند الله سبحانه وتعالى فرق بين عبد أحيانا يخطئ ويتجرى ويعصي ولا يدير بالا لا يشعر بأنه قد أذنب وهذا أحيانا حالة تحدث ولذا وفق الله عز وجل ووصلنا إلى مسألة ولا تمكر بي في حيلتي أحيانا العبد قد يؤذي زوجته دون أن يشعر بأنه مذنب في كل يوم يهينها في كل يوم يسبها قد يضربها ولكن لا يشعر بأنه مذنب لأنه في لحظة عدم الاعتراف بالدم هنا ولا تؤدبني بعقوبتي حالة الإقرار حالة الإقرار مسألة مهمة أحيانا حتى الإنسان في علاقاته الاجتماعية في ارتباطاته الاجتماعية قد يتجرع على أخيه قد يؤذي أخيه المؤمن ولكن لا يقر بهذا الذنب لا يعترف بهذا الذنب هذه معصية ربما في الواقع ماذا يعيش الإنسان أحوال لا يبعد أن غضب الله عز وجل قد ينزل عليه في أي لحظة من اللحظات ولذا لما يقف العبد بين يدي الله عز وجل الإله لا تؤدبني بعقوبتك أنا أقر بجرمي أنا أعترف بذنبي أنا أعترف بمعاصيي هذه حالة محبوبة عند الله عز وجل وقد ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنه والله ما خرج عبد من ذنب بإصرار وما خرج عن عبد عن ذنب إلا بإقرار لا يمكن أن يخرج العبد مع إصراره لأن عدم الإقرار هي لحظة من لحظات الإصرار وكأنما أنا مصر على ذنبي لأنه للآن ما معترف متى الإنسان يأتي بالاعتذار لأخيه المؤمن عندما يشعر بأنه قد أذنب في حقه وعندما يشعر أن لهذه الذنب عواقب لهذا الذنب عواقب ولذا يأتي ويطلب ماذا السماح من أخيه المؤمن ولذا الحال الآخر الذي ينبغي أن يعيشه عندما يقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتي أنه أنا مستحق للعقاب بل ربما المؤمن حين فعلا يقف ويدعو بهذا الدعاء إلهي لا تؤدبني بعقوبتي هو الآن في هذه اللحظة ويستذكر تلك الذنوب وأن الله عز وجل لم ينزل عقابه في تلك اللحظة التي أذنب فيها العبد كان مستحقا للعقاب في حينها في حين المعصية ولذا تلحبنا إحنا الآن شخص يتجرع علينا ربما نعطي ردة الفعل المباشرة على خطأه تجد انفعالا منه تجد غضبا ربما تجد البعض تمتديده بشكل مباشر هنا في هذه اللحظة لحظة يقف عندها العبد إلهي لا تؤدبني بعقوبتك مع أني كنت مستحق لهذا العقاب وأنك لم تعجل علي العقوبة في حينها وأنا مستحق هذا الحال ينبغي أن يعيشه المؤمن ولذا ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنه قال من أذنب ذنبا فعلم أن الله مطلع عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له غفر له وإن لم يستغفر هذه حالة الشعور بأنه مستحق للعقاب هي بحداتها في الواقع ماذا؟ بمثابة التوبة ومثابة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إذن حالة الاعتراف هي حالة ينبغي أن يعيشها المؤمن بل في الواقع ممكن أن تجعل ذكر من الأذكار الباطنية المستمرة ممكن الإنسان في مشيه في ذهابه في أيابه يستشعر هذا الحال أنا كم قد أذنبته يا رب ولم تنزل غضبك عليه كم معصية قد تجرأت بها ولم ينزل غضبك عليه هذا الحال من شأنه أن يغير وضع الإنسان من شأنه أن يغير حال الإنسان ولذا ورد في الخبر الشريف عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو آتي بالخبر الآخر عن أبي إسحاق لتغيير ما ورد سابقا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأحدثنكم بحديث يحق على كل مؤمن أن يعيه فحدثنا بحديث غداة ونسيناه عشية يقول أبو إسحاق فرجعنا إليه فقلنا له الحديث الذي حدثتنا به غداة عن فجرا نسيناه وقلت هو حق على كل مؤمن أن يعيه فأعده علينا فقال إنه ما من مسلم يذنب ذنبا فيعفو الله عنه في الدنيا إلا كان أجل وأكرم من أن يعود عليه بعقوبة في الآخرة وقد أجله في الدنيا وتلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولذا العبد إذا فعلا لم ينزل عليه العقاب فليبادر مادام قد أجل الله عز وجل هذا الذنب عليه وتوجه إليه ورجاء الثواب ورجاء المغفرة هذا بحد ذاته إذن رافع للعذاب في يوم الآخرة وهذا لطف من ألطاف الله عز وجل أسأل الله العلي القدير أن يعيننا جميعا على أنفسهم بما يعين به الصالحين على أنفسهم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطائبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة